نروح بقى للموضوع الخاص أيضاً بالجدل حول السفينة الإسرائيلية أو السفينة التي تحمل عالم إسرائيل وبعدين عبرت من قناة السويس وتم عرض مشاهد لها والمشاهد دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وإزاي قناة السويس تسمح بأنه سفينة عليها عالم إسرائيلي السفينة دي ممكن تكون عليها أسلحة هتروح تقتل الفلسطينيين في إيه وإزاي قناة السويس تسمح بهذا الأمر وحصل جدل كبير جداً وده أتى بعد يومين من رسو السفينة كاترين لميناء الأسكندرية واللي الناس برضو قالوا أن هي بتحمل العالم الألماني وأو شيعة أنها تحمل متفجرات متجهة لإسرائيل لكن مصر ردت على الموضوع ده وقالوا أن دي عبارة عن كانت معدات عسكرية جاية لمصر المهم من المقطع ده بقى لحظة عبور سفينة إسرائيلية المجرى الملاحي لقناة السويس أسار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتبينت أراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض لهذه الواقع في ظل الحرب اللي بيشنها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وبين مبرر للأمر بأن قناة السويس يا جماعة ممر ملاحي دولي خادع للاتفاقيات الدولية وعلى رأسيها اتفاقيات الكوستنطينية فور طبعاً تداول هذا الموقع والجدل اللي حصل سارعت هيئة قناة السويس لتوضيح موقفها أكدت التزامها بتطبيق الاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العبرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفية انتقت طبعاً كتير من المصريين هذا الأمر وقالوا ما كانش مفروض أن يتعدي وكان لازم حتى لو أنه فيه اتفاقيات دولية وكل ده لكن ما ينفعش أنه كانوا يسمحوا بأنه يبقى فيه كمان ده رفع العلم المصري بجانب الإسرائيلي إزاي؟ راح طبعاً الناس ردوا وقالوا يا جماعة أنه الاتفاقية بتنص على أنه قناة السويس البحرية حرة ومفتوحة في وقت الحرب أو وقت السلم لكل سفينة وأنه المفروض أنه السفن بتحمل العلم بتاع الدولة اللي بتمر بيها والدولة الأخرى وكان بقى فيه وقف احتجاجية أساساً أمام نقابة الصحفيين كانت بتندد بموضوع سفينة كاترين وإزاي سفينة كاترين دي بتحمل معدات عسكرية ومصر عدتها ودخلت مصر كده شاركت في أنه يبقى فيه سفينة يعني أنه يبقى فيه أسلحة رايحة علشان تموت الفلسطينيين يبقى كده مصر مشاركة في الإبادة طبعاً زي ما أنتو شفتوك زي ما أنتو شايفين كده العدد ده كله اللي وقف وقعد يتكلم على موضوع أنه كده أنه ما يصحش يحصل ده وطبعاً كانت منتشرة هذه المقاطع على قناة الجزيرة ورسته وغيره يا جماعة خلاص بنتكلم على سواء كاترين أو سواء السفينة اللي عدت وهي بتحمل العلم الإسرائيلي السفينتين كانوا يعني طبقاً للقواعد والأصول وما كانش فيه أي حاجة من مصر بتشجع على أنه يكون فيه إمداد أسلحة ولا أنها بتشارك في إبادة ولا الكلام ده كل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر